الصلاة والسلام على رسول الله كرام أحضرنا بين يديك أبد الأباد يا رب العباد ولا تحللنا من رضوانك وزدنا من محبتك وثبت أقدامنا على توحيدك وجعلنا من خير من شكرك وتواضع لك حق التواضع آمين يا رب العالمين أما بعد سلام عليكم ورحمة منهم وبركاته ورحمة نزلنا بصد حبيب وفر الله تعالى وهو توجيهاته عن آية خمسين من سورة الروب دريكوروما صندر حبيب يشير إلى حبيبة رب كريم أو حد واحد صمد يخاطبه من هو أرسل رحمة للعالم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف تقول الإسلام قوة وغطرسة وعنجوية منهم إذا كان ربي يتكلم على رحمة يتكلم على رحمة يتكلم على رحمة إذا كان ربي عزيز لأنه لا يقع كخارق وكسيد مطلق وهو ضد طولة كل شيء تصل إلى ربك بالخلق وبالمراكبة وبالمحاسبة هذه هذا راجع إلى عزلة عن أن نكون من الظلمين فلع حيث كانت فينا قوة سطلة فهو دفاعا شرعيا شرعيا عن ذواتنا عن ديننا قبل كل شيء فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت فهو على كل شيء قدير ذكروا على كل شيء قدير أنتم لتدعون الإسلام برمنوا وعجونا قلوا صلاة أنتم متكبرون لذلك لا تتقنون الصلاة على النبي عليه الصلاة فيكم جاهلية عمياء رقطاء لعياذ بلاء إذن ننصعكم أن تنزعوا عنكم هذا اللباس الخبيث الشيطاني الذي لا يقدم كلمة ذكر الله باسمه الله ولا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكرون صلاة صلاة الله صلوات الله على خير العباد عند الله إذا كمش توضعوا وأبيتهم إلا العجرة وسوء الأدب مع الله تعلم أن الله قادر أن يذلكم ويصومكم سوء الأدب وإذا كانوا أنتم مناس تسموا يسر الصلاة هذا موش غريب لأنكم إنتم وياهم طول يد في اليد والتي ترشير من الجموعة الصلاة أنتم معه والناس تمشيونه إلا من رحم ربنا هل القرآن حقا هم مرافضوني هذه التبعية لا تبعية إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الهادي إلى سبل السلام والذي باتباعي نكون من خير الأنام ونهل أهل عز وعزة وسؤدد وأهل توفيق الدنيا ونجاة الآخرة وخلوط لجنة النعيم والسلام على من تبعي هدى هدى رب العالمين